اخوتي السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة جو تايم المتخصصة بسكوتر الكهربائي فيديو اليوم سيكون عبارة على شرح لي جميع واحسن سكوترات الكهربائية التي توفر شركة شومي طبيع الحل اللي كل شيك عرفه فاذا كنت تبحث عن وسيلة صفر صديق البيئة وعملية في نفس الوقت فلا شك ان شركة شومي لسكوترات الكهربائية هي الخيار الامثل حتى تميز اسكوترات الكهربائية بالعديد من المميزات التي تجعلها من افضل الخيارات المتاحة في السوق الخيارات الاقتصادية كان اسكوترات الكهربائية غالية الثمن وكان كذلك رخيصة الثمن وذات الجودة الصينية شركة شومي كان في الوسط اليوم سنرى مجموعة من السكوترات الكهربائية التي توفرها شركة شومي وكل هذه السكوترات التي سنشاهدها صورنا عليها فيديو خاص فكل سكوترات الكهربائية التي تريدون ان تعمقوا في الشرح يمكنكم ان تدخلوا في صندق الوصف وتضغطوا على الرابط الخاص بكل سكوترات الكهربائية فنبدأ الفيديو على بركة الله وأول سكوترات الكهربائية السكوتر الكهربائية الأول وهو أول من أنتجته شركة شومي شاومي إلكتريك سكوتر M365 يتميز السكوتر الكهربائي بسرعة قصوى تصل إلى 25 كم في الساعة مما يجعله مناسب للتنقل في المدينة كما يوفر لك مسافة قصوى بالبطارية تصل إلى 30 كم على شحنة واحدة مما يجعلها مناسبة لاستخدام اليومي وتحتوي الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي على بطارية ليتيوم آيون عالية الجودة ونظام فراميل مزدوج لزيادة الأمان سكوتر الكهربائي الثاني شاومي إلكتريك سكوتر M365 Pro وهي النسخة المحسنة والمعدلة من السكوتر الكهربائي الأول كتميز السكوتر الكهربائي بسرعة قصوى تصل إلى 25 كم في الساعة وكتوفر مسافة قصوى بالبطارية بشحنة واحدة تصل إلى 540 كم فمقارنة مع السكوتر الكهربائي الأول السكوتر الكهربائي M365 Pro مسافة القصوى 540 كم أي 15 كم زيادة بشحنة واحدة وهي مناسبة لإستخدام اليومي والرحلات الطويلة وتحتوي بطبيعة الحالة على بطارية ليتيوم آيون عالية الجودة ونظام فراميل مزدوج لزيادة الأمان دزول السكوتر الكهربائي الثالث وهو الذي استخدامه شخصيا وقدرت عليه مجموعة هذه الفيديوهات في القناة شاومي إلكتريك سكوتر برو جوج يتميز السكوتر الكهربائي بسرعة القصوى تصل إلى 25 كم في الساعة ويمكنك تزيدها إلى فلاشيته بين القوصين وكتوفر لك مسافة قصوى بشحنة واحدة بالبطارية تصل بدورها إلى 45 كم مما حتى يجعلها مناسبة لإستخدام اليومي والرحلات طويلة في المدينة وتحتوي على بطارية ليتيوم آيون أعالية الجودة كما سابقتها ونظام فراميل مزدوج لزيادة الأمان كما تحتوي على شاشة LCD تعرض المعلومات المهمة مثل السرعة مستوى البطارية إلى آخرها من المعلومات التي تقدروا تحتاجها رابعاً سكوتر الكهربائي الشاومي إلكتريك سكوتر كلاتا يتميز بسرعة قصوى تصل إلى 25 كم في الساعة ويوفر مسافة قصوى تصل إلى 30 كم على شحنة واحدة وهو مناسب لإستخدام اليومي ومسافات القصيرة وبطبيعة الحال حتى هو في بطارية ليتيوم آيون أعالية الجودة لضم فراميل مزدوج وشاشات LCD لفي المهمات الخاصة بسكوتر الكهربائي هنا نقدر ندر واحد ملاحظة السكوتر الكهربائي الأول M365 يشبه للسكوتر الكهربائي شاومي إلكتريك سكوتر كلاتا نفس المواصفات من ناحية السرعة ونفس المواصفات من ناحية المدى الأقصى للبطارية الشكل وقوة محرك وما يتغيره هنا وكذلك السكوتر الكهربائي M365 Pro يشبه السكوتر الكهربائي Pro 2 في السرعة القصوى وكذلك في المسافة البطارية فنقدر نقوله أنه تحسين للنسخ السابقة الأولى لصناعة شركة شاومي ندود السكوتر الكهربائي الخامس وهو الجديد والمعروف شاومي إلكتريك سكوتر 4 Pro يتميز السكوتر بسرعة قصوى تصل إلى 25 كم في الساعة ويوفر مسافة قصوى تصل إلى 45 كم على شحنتين واحدة ولكن 45 كم تقدروا تزيدوا عليها أكثر تصل إلى 50 بل وإلى 60 كم إلى تحديدوا الميزة أو تحديدوا التحديد للسكوتر الكهربائي على حسب ماذا تقول الشركة شاومي فإنه في وقت لاحق من هذه السنة ستحديدوا تحديد على السكوتر الكهربائي لكي تستفيد من المسافة القصوى بالبطارية التي تقدر تصل إلى 60-70 كم بالطبع للحال فأنا نقول 60-70 كم فهي مسافة في المختبر في الطريق العمليا المسافة تقللها قليلا لحساب السرعة وماذا تتفراني وماذا تتفراني وماذا تتبقى في طريق مستوية وفي سرعة سليسة إلى آخرين من المتغيرات التي تتفروا على السرعة أو على المسافة القصوى وكذلك السكوتر الكهربائي ربعة برو يحتوي على بطارية ليتيوم آيون نظام فرامل مزدوج لزيادة الأمان وشاشة LCD تعريض المعلومات المهمة مثل السرعة ومستوى البطارية وآخيرا ندوزوا الآخر سكوتر كهربائي شركة شاومي وهو أحسنهم لحد الآن لسبب واحد وهو في ما يسمى بالدريجة المغربية أو الفرنسية المغربية المغربية وفي العربية مضاد الصدمات التي يتواجد في العجلة باش يمكنك تمشي في الطريق بدون التزازات وتمشي بطريقتين امينة وسليسة ومريحة جدا كتميز هاد السكوتر الكربائي بسرعة قصوى يصل الى 25 كم في الساعة كما العادة قانونيا وخاصوش يتجاوز 25 كم في الساعة ويوفر لك مسافة قصوى تصل الى 60 كم و الى 70 كم بشحنة واحدة مما يجعلها مناسبة لاستخدام اليومي ورحلة الطويلة وكذلك في الطريقات شبه الوعرة طريقات طرق فيها الاحجار فيها العديد من المطبط وتحتوي بدورها على بطارية ليتيوم ايون عالية الجودة نظام فرام المزدوج لزيدة الامان وشاشة ليد تعرض المعلومات المهمة مثل سرعة مستوى البطارية او لا قدر الله لا تروا شيء اعطاب يظهر في الشاشة الرقم العدب فباختصار كانت هذه نبدأ مختصرة على جميع واغلب السكوتر الكهربائية التي انتجتها شركة شومي ونشرح بسيط لها وكما قلت لكم في اول الفيديو كان فيديوهات منفصلة تشرح جميع السكوتر الكهربائي كل السكوتر على حدة سكوتر شاومي برو اثنان لواحدة سكوتر شاومي ثلاثة لواحدة الى اخرى يمكن لكم تلقى الروابط في صندوق الوصف ففي الختام اذا كنت تبحث عن سكوتر الكهربائي عالي جودة وعمالي واقتصادي فان سكوتر الكهربائي ديو الشاومي هي الخيار الامثل لكم وهي المتوفرة في الغالي في السوق وكذلك حتى تلقى تعديل الغيار فهي متوفرة بالنسبة لها الى كنتو بغيتو تدوى الخبير ديو الصيانة فمن الاحسن الى كنتو مبتدئ تحصل على سكوتر كهربائي ديو شاومي بس تستمتع بواحد تجربة دي القيادة رائعة ومريحة وبس تعلم فيه عاد الى بتدوز للسكوتر الكهربائي اللي غادي تكون زايدة شي شوية في الثمان وزايدة شي شوية في المواصفات فإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا التعليق في هم الأسئلة ديالكم في هم اقتراحات ديالكم على الفيديوهات القادمة وكذلك الى تشغالات صحولية بنسبة سكوتر الكهربائي وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابنوا وتبارتجوا الفيديو مع الناس اللي متمن بسكوتر الكهربائي شكرا لكم بزاف والصلاة والسلام على رسول الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله شكرا لكم